انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء فعالية المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الغرف السعودية وأوضح بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا المنتدى يهدف إلى إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية التي تربط بين المملكتين وكذلك لتقوية التعاون التجاري كما يهدف إلى تسريع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولسيما الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة السيارات والسياحة والنسيج والتجارة والطاقة وسيشهد المنتدى مشاركة مئة من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية والمقاولات العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الاهتمام بهذا السوق